عقد المجلس التنفيذي لإمارة الشرق اليوم اجتماعه الأسبوعي برئاسة سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشرق رئيس المجلس التنفيذي وبحضور سمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشرق نائب رئيس المجلس التنفيذي وطلع المجلس على دراسة أثر خدمات مؤسسة الشرق لدعم المشاريع الريادية روادة على قطاع المشاريع الصغيرة والمتوسطة والهادفة لقياس عدد من المؤشرات المؤثرة في تأسيس وإدارة المشاريع ومدى الاستفادة من خدمات المؤسسة ونمو المستقبلي المتوقع وشملت الدراسة التي أجريت على عينة عشوائية من مختلف المشاريع المدعومة من قبل المؤسسة في مدن ومناطق إمارة الشرقة قياس خبرة ومهارة مالك المشروع والتخطيط لتأسيس المشاريع والعاملين والوظائف التي توفرها والأثر الاقتصادي على الإمارة وخلصت الدراسة إلى العديد من النتائج التي بيّنت إسهام المشاريع الصغيرة والمتوسطة في الاقتصاد المحلي واستفادة المشاريع من الخدمات المقدمة مثل الإعفاءات الحكومية والبرامج التدريبية والورش والفعاليات المتنوعة والمجتمعية